صباح الخير مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم الى حلقة جديدة من السياسة اليوم 312 ازار 2024 كل التفاصيل طبعا الانسداد السياسي مستمر مشكلة عدم التوصل الى حل او الى حوار حول رئاسة الجمهورية مبادرة تكتل الاعتدال وايضا الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة كل هذه الامور تنعكس بشكل مباشر ايضا على الوضع الاقتصادي في البلد وقبل الدخول في اي تفصيل بدي رحب بضيفي دكتور محمود جباعي الباحث والخبير المالي استاذ او دكتور محمود صباح الخير وهلا وسهلا فيه صباح الخير استاذ عباس نعاد عليكم ان شاء الله رمضان كريم ويكون ان شاء الله هذا الشهر الفضيل هو بداية الحلول بكل الميلاد سواء كانت سياسية اقتصادية او حتى امنية وعسكرية على امن وينعم بلدنا بالاستقرار على كيف تلنستويه احيانا من كتر اللقاءات والصداقة تحت الهواء بتصير الامور الززمية شوي دكتور محمود خلينا نبدأ بالحلقة اول شيء هذا الوضع اللي عايشينه احنا عايشين بحرب قديش تأثير هذا الوضع اللا مستقر على الاقتصاد على سوء المال على كل شيء بلبنان لان في عندي اكتر من نقطة بدي اسألك عنه يبدو الناس مشغولة بالحرب والسياسة ونسية الوضع الاقتصادي والمالي بالبلد اكيد اليوم ما فيها نفسر السياسي عن الوضع الاقتصادي والمالي اكيد اي حل استراتيجي للوضع الاقتصادي او المالي او النقدي هو بحاجة بالدرجة الاولى لحل سياسي قد الامر ما بيخفى على حدا وخاصة ببلد مثل بلدنا لبنان فيها لقد تداخل بين الوضع السياسي والاوضاع الاقتصادي والمالي لهيك نحن دائما مش بس نقول كاقتصاديين نطرح حلول او ممكن نطلب حل حلي بانتظار الحل السياسي الشامل اللي بينعكس بدوره على الحلول الاخرى الاقتصادي ومالي لان القارات الاقتصادية والمالية بلبنان مرتبطة ايضا بوفاق سياسي بمكان ما واكيد الوضع جنوبا ووضع الحرب كمان هذا بيأثر بمكان ما ايضا اذا ان شاء الله سننا لحل بموضوع الحرب سريعا كمان هذا بيأثر ايجابا بالوضع المالي والاقتصاد كخبير مالي واقتصادي دكتور يعني عندما لا يكون هناك استقرار او لا استقرار السياسي بيأثر على الاقتصاد فكيف اذا لا استقرار امني وعند تهجير من قرى الجنوب طبعا هذه حرب ونتحمل نتائجها وعم نتحمل اليوم بعد يوم حتى بالسهداء وبالدماء ولكن قديش كمان هذا الموضوع هيكي نكربج كل الاقتصاد بجنوب لحد ما اكيد لا مش بس بجنوب اليوم نعكس الامر على لبنان ككل بالتأكيد نحن اليوم جنوب لبنان هو جنوب تاريخه مقاوم ويقاوم العدو منذ عشرات السنوات وهذا الامر هو دائما يحصل واليوم اللي عم بيصير بجنوب لبنان هو حرب هو حرب حقيقية وليست حرب مثل عم حاول صورة البعض كان انه يحرب صغيرة بالعكس اليوم انت عندك الشيط حدود كامل من رأس النقورة لمزارع شبعة عندك عمق حوالي عشر كيلو متر كمان باتجاه مدينة سورة المناطق الاخرى باتجاه الان الليطاني كمان عم بتتعرض لقصف يومي نعم فاليوم اكيد في شرل اقتصادي ومادي وكنا يكلل الحرب الى نتائج ومن النتائج المالية والاقتصادية وايضا حجم الضمار يوم عنده انت اكيد في منازلت دمرت في احراج في اعراضي زراعية مؤسسات محرائت في مؤسسات توقفت عن عملها عندك كلفة نزوح هائلة عندك ضغط ميلة اقتصادي جنوبا ايضا نعقص على لبنان باماكن تانية بالطلب الكل وبالاقتصاد الكل والاستثمار الكل فبالتالي اكيد في درر اقتصادي ومالي حصل منذ بداية الحرب لليوم وما في حرب اليوم ما الى كلفة اقتصادية ومالية على كل اطراف النزاع اللي فادي بهذه الحرب يعني انت اليوم عم بتعاني بمترح معين اقتصادي وماليا ايضا العدو كمان اقتصاديا وماليا عم بيعاني بفعال الحرب الحرب اللي باء على غزة وعلى جنوب لبنان نعم دكتور يعني كنت هيك بدأنا بالحرب وتأثيرات الاقتصادية كرمال ما نغيب عن هذا الموضوع ولكن اليوم في اكثر من نقطة بدي اسألك عننا وضعنا الاقتصادي ليس جيدا وضعنا المالي رغم يعني زيادة المبالغ بال بالعمل الصعبي بمصرف لبنان الاحتياط ولكن وضعنا ايضا المالي مرتبط بالاقتصادي ومرتبط بالسياسي والامني بالبلاد لماذا لم نتمكن حتى اليوم من مثلا النهود دائما الاقتصادي وصلح نفسه ودائما احكيناها البعض يقول السبب السياسي البعض يقول اخذنا قرارات خاطئة في الاقتصاد وواحد منا مثلا البعض يقول تخلفنا عن الدفع اليوروبونتس مثلا وما كان عنا خطة دائما إذا بدك تتخلف بد يكون عندك خطة نبدأ من هذا السؤال شو الأسباب لي ودت لهون جيد اليوم قبل ما بلش بالأسباب نصف المركز اليوم قدر يأمن احتياط مليار وتسعة مليون دولار منذ فترة ستة أشهر لليوم هذا مؤشر إيجابي وجيد الحكومة اللبنانية عم بتحصل أيضا إرادات بنسبة أعلى من قبل بعد زيادة الدرائب والرسوم على سعر تسعة واثنين وخمسمية يعني قبل سنة تقريبا كانت الحكومة كل اللي تحصله هو عبارة عن ألف وخمسمية مليار يمكن خمسمية مليار هني فرش وألف مليار هني على الوراق يعني اليوم عم تحصل تقريبا مفروض تحصل بين عشرين إلى تلاتة وعشرين ألف مليار نص تقريبا أو أكثر بتشوية عم يكونوا فرش عم تصحبهم من السوق عم تعمل أيضا نوع من البنانس ومثل مقال الحاكم دكتور منصوري الدولة اللي تمنية والحكومة عندها حوالي أربعمية وخمسين مليون دولار فرش موجودين ومصر في مركز عنده مليار دولار هيدا الأرقام إذا بتطورها منبعي من فوق بتقول أنه هذا الأمر هو أمر ممكن يضعق على السك الصحيحة بالعودة ولكن هل هو كيف أكيد لا نحن بحاجة مثل هذا تكاكيد لخطط لإصلاحات لتغافر كل الجهود يعني المصر في المركز اليوم عم بيقوم بدوره كما تقوم به كل المصارف المركزية بالعالم هو شو دوره المحافظة على الاستقار النقد وهذا حصل من سنة لليوم عم بيقوم اليوم بتوحيد سعر الصرف بميزانيته وبميزانيت المصارف وأيضا بموازنة الدولة اللي صارت على نفس السعر منتظار الإجراء اللي بدي ياخده وزير المالية اللي عم يحكي فيك مبارح مع الحكومة الجديدة هلأ الأصول المالية الدولية العالمية بوضع الميزانيات في الموجودات ومطلوبات فكل هذه الأمور عم تعطي رياحة مالية محلية تنعكس باستقرار سعر الصرف واستقرار اقتصادي ونقدة بمطرح معين لا وايضا دوليا عم بيكون فيه إشادة يعني صندوق النقد الدولي المؤسسات المالية الدولية بشخافة حدا حتى وزارة الخزاني الأمريكية عم تثني على إجراءات مصر في لبنان المالية بشكل مستمر نعم تعتبرها هي خطوة مهمة نحو الإصلاح المالي والشبافية المالية اللي كان لبنان عم بيفئدها لمرحل الماضي هلأ بيق الأقطاب اللي يوم بيتلعب دورها هلأ أنا بديس لأك سؤال كنت نترك لتخلص الفكرة هل باستطاعت مصر في لبنان حتى ولو قام بدوره على أكمل وجه أنه هو يكون مسؤول عن الدولة عن مالية الدولة عن الاستقرار مصر في لبنان مهمته مثل ما أنا ذكرته ولكن في مهمة أخرى مرتبطة بالحقومة والمجلس الوزراء وسياساته الاقتصادية والمالية أيضا في مسؤولية على المجلس النيابي ياخد قارب التشريعات وقونات المشاريع الاقتصادية والمالية وياخد كمان دوره اليوم أنت يجب أن يكون في تكامل بين السياسة النقدية اللي يمثلها مصر في لبنان ومع المصارف والسياسة الاقتصادية والمالية اللي بتمثل الحكومة مع المجلس النيابي أنه يقول اللي بشرعها تنفيذ القوانين فبالتالي إذا ما صار فيه كومبينيشن بين التلاتي بشكل عملي ما فيك تعالج كل المشاكل أنت بتعالج جزء معين قام مصر في لبنان وهيدا اليوم اللي نحن دايما كنا نحكيه مع حضرتك من سنوات أستاذ عباس أنه مصر في لبنان هو مسؤول عن جزء من الأزمة ومسؤول عن جزء من معالجة هذه الأزمة أما الأجزاء الأخرى بما نلعب دور الكل كيف بدي لعب دوره فمن هون فمن هون لازم يكون فيه مثلا موضوع المودعين اللي آخر فترة اسمانة ضج علىه وغيرها فبالتالي اليوم الحكومة اللبنانية هي معنية تعمل خطة لمعالجة أزمة المودعين بمساعدة أو باستشارة المصر في المركزي والمصارف فبالتالي حتى ما نتعوب مثل ما كان يصير قبل من سنوات نكب القرى في مرعب فقط مصر في لبنان ويخشين حملوا كل النتائج السلبية لمصر في المركزي بالإعلام وغير الإعلام فبالتالي لازم يكون فيه ترابط بين ثلاث جهات مصر في مركزي وسياسة النقدية الدولة اللي بتحط السياسات المالية والاقتصادية والمجلس الميابي عبر التشريع الأمور الضرورية للمعالجة ما حكينا تحت الهواء أنت حقلك محمود أول ما بلج الصداقة العليمة دكتور خلينا نرجع للموضوع المشكلات الحاصلة عن جد بدي أبدأ بالنقطة التخلف عن الدفع لأنه كتار عم بيحكوا عنا وعم بقرأ عنا كتير وأصلاً نحن متابعين الموضوع هل التخلف عن الدفع هو الذي وصلنا لهون فقط بما أنك قلت أنه بياك من دردش كثير اذكر بس بوقتها كنا عم تناقش مع بعض ناقش بيناتنا صح كنا عم أقول إذا بدي يكون في تخلف عن الدفع لازم يكون soft default وبش hard default صح فعشرح الفرق بيناتهم المشكلة بالحكومة اللبنانية أنه شو عملت وقتها أخذ القرار بالتخلف على الدفع رغم كل المناشدات الاقتصاديين اللي احنا كنا منهم وأيضاً المصرفيين وأيضاً مصرف لبنان وقتها كان اعترض بقوة سواء كان حاكم مصرف لبنان أو المجلس المركزي وقتها ما عم يعترضوا وعنقول للدولة اللبنانية ما تروحوا للدفولت لأنه هذا يعطينا شي سلبي كان في مطالبة شو تأمل حكومة اللبنانية بقوا تأملوا default خينا نروح soft default شو يعني قبل ما نقال أن احنا بلد نتخلف عن الدفع خلينا ندفع الدفع اللي كانت علينا تقريباً شي مليار و 200 مليون دولار وروح نفاوض الدائنين قبل اتخاذ أي قرار صح لو انشغل باية الطريقة أو اللي بحام نسميه بالاقتصاد soft default وكان في اتفاق مع الدائنين على كيفية سد الديون وكيفية جدورة الديون كنا ما وصلنا للأزمة الكبيرة اللي وصلنا لها من بعد هذا الأمر لأنه انعكساتها اليوم كانت انعكسات كتير كبيرة واحد يعني أول شي تصنيف لبنان الاقتمالي مالياً دولياً تدمر اثنين صار في قلة ثقة مطلقة بالاقتصاد اللبناني وبالمصارف وبالوضع الاقتصادي والمالي أكثر كنا بأزني أنا مع محمد تخلف عن الدفع من وسبب كل الأزمة أكيد ما حدا في يقول هيك ولكن كان سبب رئيسي بوقتها لأنه لو ما تخلفنا عن الدفع وعملنا جدول يحائي أنا ما أقول نحن لازم ندفع كل الديون ندفع الدفع اللي علينا من جدولنا من جدولة بيكون في رضاء مشترك نحن والدائنين مثل ما بسير بكل دول العالم من مد فترة الدين لفترة أكثر بيكون الدولة تنفست أكتر بعيد الأموال على شرط ما تبقى من مبالغ وقتها اللي كانت بالرقم 32 مليار دولار تقريبا كاش في مصر في لبنان حوالي 16 مليار و700 مليون دولار ذهب أو 17 مليار دولار ذهب وكان فيه 14 مليار دولار هن مصاري للمصارف اللبنانية بالcorrespondent banks والمصارف المراسلة يعني أوكي وكانت المصارف مدينة وقتها الكتاع الخاص أكتر من 50 مليار دولار يعني اليوم كان فيه إمكانية اليوم بزيتش معيدي المبالغ كلها كانت الجاب بعدها كان فيه فجوة ولكن كان مقدورة عليها أنه بالطبيعة المنطق اليوم ما فيه حدا فيروح يطلب مصيرته بشكل مباشر كان من المصارف كان من الطبيعة يوحب ياخد حاجاته فبالتالي المصارف كان بيكون مع مبالغ بتحاول تعالش فيها الأزمة ليصار وقتها شو صار راح شو صار أنت تماهي تخلفنا عن الدفع قابلها من بعدها سياسة أنا مش عم بفهمها سياسة الدعم اللي كملنيها نحن وقفنا عن الدفع 1.2 مليار رحنا دعمنا بحوالي 15 مليار دولار السلع يعني أضعنا 15 مليار دولار من أموال المودعين اللي كانوا موجودين عندنا في مصر في لبنان على شيء أصلا ما استفاب منه الشعب اللبنان وقال دعملنا حلقات وقلنا نقول مقسمهم 20% من المواطنين عم يستفيدوا عم يتهربوا على سوريا عم يتهربوا لبرة عم بيكون في تجارة بالسوق السوداء واللي صار ضاعوا بطريقة كأنه حدا عم بيعمل شيء سوري للكلمة إنه ممنهش ليهدك على الإفلاس وبتبع وبنفس الوقت حتى يكون من نصفين وقتها كمان مصر في لبنان كان عم بيعترض على سياسة الدعم وعنقول هيا سياسة الدعم إذا عملناها هتخذني إلى مشكلة كبيرة هفقد كل السيول اللي معي للدخل بالسوق وغيرها ما هي ده الشي كله كنا نشوف في الإعلام الهجوم المستمر على كل حدا يرفض الدعم وكان سياسة الدعم يمتدافع عنها بشكل شعبه وكتير كبير دفعنا تماما إذا لوقت الحكومة عملت صوفت ديفولت مثل ما حكيتك وفاوضة الدائنين وأخذت هول 15 مليار اللي هني أصلا عم يجل مع كل الخبراء اليوم الماليين والاقتصاديين هيك مبلغ كان بيخذني لاندعاش اقتصادي من جديد صح لو صرفناهم بإصلاحات 16 مليار أو 16 مليار كنت حالة جزء كتير كبير من الأزمة يمكن نموها لحد المئة ألف دولار كان خلص مصرياته وقتها صح وكان كنا علجنا جزء كبير من الأزمة إذن لا استعملناهم برد أموال المودعين ولا استعملناهم بخطة اقتصادية حائية للإصلاحات رحنا أهدنون على البدان حتى ياخدون الهوان مجبارين ملزمين لاتفاق مع صدوق النقد الدولي هذا بيعني أنه نحن النتيجة أنه إما أن كان هناك مخطط ممنهج لإفلاس الدولة اللبنانية أما المسؤولين ما بيعرفوه ووصلونا لهذا الواقع واثنين يجب أن يعاقب حدا بهذا الموضع أنا بشكل أنه ما كانوا بيعرفوه هذا أنا من عندي أنا برأي حتى أنا تلفني بيحكي أمور بشكل أنا مثل ما أنا شايفها وقتها كان في مخطط واضح بغض النظر اليوم المصارف ما حدا عم يدفع عنه عنده أخطاء كبيرة بالمخاطرة بأموال الناس باستثمارها بطرحه بمكان معين إذا بديمشي رغم أنه وقتها ويجدفاعا كان فيه قوانين ملزمة لا استدامة مصر في المصر وكان يحط فايدة كتير عالية يعني أي مصر كان بدي يخد قرار أن يروح يستثمنوا مصرياته بمطرح تاني بفايدة أقل بكتير واحد بالمية والاثنين بالمية دوليا بينما بلبنان هي كانت عشرة واثناش واربعة عش بالمية قطعة كان حيخصر زبنوط أنه ما أدري يعطينا هذه الفوائد العالية أيضا فبالتالي كمان هذه اقتصاديا باكتنتبه له ماليا ورقميا صار الأمر طيب أوكي رحنا شو بدهم بدهم إفلس وفي كتير ناس استفادت من الدفولت اليوم كانت عارفي قبل واللي بكون عارفي فيه القرار ممكن يعمل كتير حركات مالية بالسوق ببيع وشراء لسندات وغيرها بيعمل أموال وفي كتير ناس عملت أموال باقي ده الأمر عحساب مين بالمواطن والمودع يعني شو المخطط أنا برأيي كان من وقتها نفلس كل كتاعة المصرفة بنقضي على أموال المودعين بنفتح حمس مصارف جديد وما ذال المخطط إلى اليوم قائم تصدروا المصرفة مركزي بالمرحلة الماضي وشفنا ببداية الأزمة أنا كنت قلت لها محدد تقول فيه سياسية بعد الأزمة عم بتحاول تمنع الإنهيار الكل على البلد وعم بتحاول تهدي البلد قدر المستطاع منع من إنزلاقه للأزمة ولكن المخطط بعده مستمر لليوم وبعد فيه مجموعات باللبنان عم بتحاول باتفاقات دولية محلية إنها تعمل إفلاس مطلق بالبلد وتعمل خمس مصارف جديدة لحتى تستفيد على حساب المودع اللبناني وتستفيد على حساب الاقتصاد اللبناني فأنا بقول هون اليوم ولكن خطوتهم مكشوفة أنا بلا ومعلومات إنه ما رح تتم أكيد وراح يكون فيه إن شاء الله خطط اقتصادية مالية تعالج الأزمة بشكل منطقي من دم يكون هي عساب أموال المودعين واضح جدا هذا الموضوع يعني عم نتابع من سنوات دكتور معك طبعا ومع الزملاء من الصحوبراء والمحللين في المال والاقتصاد من النتائج نحن وصلنا اقتصاد مدمر حدا بيقول مفلس حدا بيقول مسروق يعني النتيجة واحدة إنه المواطن عم بيعاني واحدة من النتائج أيضا إنه تصنيف العملة اللبنانية من الأسوأ بالعالم تصنيف وكالة بلومبرج كيف كيف قرأت هذا التصنيف دكتور جيد يوم هذا التصنيف أنا برأيه مشحف بمكان ما لألك ليه هلأ إذا بلومبرج عم تاخد إنه كان دولارنا بألف وخمسمائة ليرة بقبل 2019 قبل 2019 وصار تسعة وثمين خمسمية يعني نهارت العملة تتة وثمين بمين مواتلة هلأ كما صار أربع سنوات فيه انهيار صار العملة الوطنية وصار فيه أزمة ولكن كمان بلومبرج أو غير بلومبرج لازم يتطلع شو صار بلدنان من سنة لليوم وبالتحديد من سبعة أشهر كمان لليوم شو عم بيصير من سياسات اقتصادية نقدية مالية عم تعمل نعمل الاستقار بنقدي عملتنا بسنة إلى هلأ هي سابتة ما عم بيصرف عندنا انهيار فيها وإذا لك تحسب أنت أنه كيف العملة مستقرة هذا يعطي مؤشر أنه بلبنان عنده إيجابية بما ثانا ما بالموضوع النقدي في حفظ إدارة السياسي النقدي جيد أكيد اليوم هيدا شي بلش بقلتلك بشهر تلاتي الفان وثلاتة وعشرين إن عمل خطة بين بزارة المالية ومصر في لدنان إجا الحاكم الدكتور مصوري كمل بشيء كتير مهم عدم تمويل الدولة عمل سياسات مدروسة نظم الكتلة النقدي بالسوق بين 52 ألف و 58 ألف مليار هو صار متحكم بيدخل ليرة للسوق يعني اليوم أنا بضعتيك معلومة أستاذ عباس وهيدا مهمة كيف مصر في لدنان عم بجمع احتياطاته عم بجمعها أنه صار في السوق بحاجة لليرة أنه يحط حاجات السوق على الأد لأنه عشان مصرفي مضاربة على العملة أي تاجي يبدو ليرة بقدم طلب لمصرف لبنان أو للمصارف عبر مصرف يعني لمصرف لبنان عبر المصارف مصرف لبنان بيخب منه الليرات وشو بيعطي آي عفنا بيخب منه الدولارات شو بيعطي محلة ليرات منه أدخلوا الليرة اللي بدو إياها بالسوق وبنفس الوقت شو عمل مصرف لبنان زاد احتياطاته هو ردي ما عم يمول الدولة أبدا بالشهر بس عم يدفع رواتب الموظفين مش من الاحتياطات في مصرف لبنان عم ياخد الأموال من وزارة المالية وبس عم يبدلها بالسوق ويبعطيه إياها فبالتالي هذا الأمر شو عمل خلق عنده شهريا 150-180-2002 مليون دولار فقدر بك ستة أشهر تقريبا سبعة أشهر يكون أكثر من مليار دولار هذا أمر منيح واتنين وخاصة أنه نحن عم نعرف نوصف لبنان هذه المبالغ عم يستعملها لدخل التعميم 166 والتعميم 158 وللمحافظة على الاستقار النقضي بمكان آخر وبنفس الوقت وزارة المالية شو عم تعمل عم تسحب هذه الليرة من السوق فعم بصور فيه تماهي بين السياسة المالية والنعدية بالرجعة لبلومبرغ هذا الكلام اللي حكيته هلأ ما بينطبق على الكلام اللي قالت أن العملة الوطنية هي أكثر عملة منهارة بالعالم لا حاليا إذا بدي إيسها زمنيا من سنة لليوم هي من أكثر عملة منهارة بالعالم هي عملة مستقرة عن بداية الأزمة بيكفي كمان أنت مرحليا بدك تحط يعني الديدلاين اللي بك تشغل عليه ما فيه ظلني أنا أكيد أنا بفهم أنه صار فيه نيار بس أنا خلال بقول من هايد الفترة من هايد الفترة بقول هي من السنة 19 وجاي أما من 23 للـ 24 يلا بناية الـ 24 إذا خلصتوا أخذوا سنة الـ 24 مثلا بيطلع معاق أنه فيه استقرار نقدي كتير كبير بالبلد وخاصة أنه اليوم مصر في المركزي بالدولار اللي عنده وقادر يشري كل الكترة النقدي الموجودة بالسوق بـ 600 مليون دولار ولكن المشكلة يمكن دكتور هذه التصنيفات من الوكالات العالمية يمكن هي محقة وسنوية المشكلة كيفية تظهير هذا التصنيف من البعض بيقول بلومبرغ قال العمل اللبناني هي الأسوأ قال يمكن من 19-19-2022 للأسف في حدا في لبنان عنده انزعاج مطلق من أي شغل إيجابي بيصير بده بس يصور في الانهيار فقط يعني بس المطوب يصور في الانهيار ممنوعكم لا فيه إصلاحات ولا فيه حلول وأي حدا بيجي بيحاولياتي شغل أو يواجه أو يحل بدون يوقفوا ضده فبالتالي اليوم بواقعية اليوم لأ عملتنا بمنطق رقمي وعلمي وهذا اليوم بشيء نحن ما عم نحكي شيء بالهواء عم نحكي أرقام بالأرقام بانك مركزي عنده أكثر من مليار دولار احتياط زيادة بآخر سبع شهور فيه كتلة نقدي فيه شريها بـ 600 مليون دولار بالحد الأقصى إذن اليوم مصر في المركزي عنده فائد بالعملة بينتها بس بدي أحسب الكتلة النقديية بالليلة بالسوق وكتلة الدولارية اللي معه الفائد فجيطل عادل يسيطر على السوق بشكل كتير مريح وهذا اللي خلق الاستقرار النقدي وبرأيي أنا استقرار نقدي طويل الأمد إذا صار فيه إصلاحات اقتصادية أيضا ومالية بالبلد وأيضا دعا بقرار سياسي وهدوء بالبلد بالبلد اليوم ما فيها الهدوء المطلق طالما فيش رئيس جمهورية ما فيه هدوء سياسي ولكن اليوم في واقع ما نمشي فيه نحن كمان أنه اليوم ما فيك تخلي البلد توقع وتسقط بهذه الطريقة يعني شو المطلوب خلي أنه ما نعطي أي دعم لأي جهة بتشتغل كنا نطلع نحكي قبل ونقول المصرف المركزي هو الجهة الأخيرة اللي عم بتحاول تتصدر الأزمة من عن الانهيار نحن بالعكس أي قوة عندنا إيها بالبلد بأي مؤسسة مما كان عم بيجير هذه المؤسسة لأننا هم نحكي مؤسسات اليوم مصرف لبنان هو عبارة عن مؤسسة هو مؤسسة نظامية عملية علمية منطقية عم تشتغل فبالتالي هذه المؤسسة اليوم أنا لما بتعطيها دعم سياسي حتى تشتغل بهذا لمصلحة كل لبنان ما كل لبناني بيستفيد من الاستقار اللي بيصير وكل لبناني بيستفيد إذا المصرف المركزي زاد احتياطاته اللي استعملها بعدين بخطة تحط الحكومة بشكل واقعي والدخل فيها المصرف المركزي والمصارف فبالتالي أنا برأيي اللي عم بيصير اليوم من كبال المصرف المركزي بموضوع العملة وكل المواضيع الأخرى بقلينا نحن نعطي أنه في عنا أمل إيجابي أن لبنان دخل على السكة الصحية وبيكفئ لك اليوم بزيرات الحاكم بيصارت على لندن وعا السعودية وعا البحران وعا الجزائر كان في ثناء من كبال الجهات الدولية على السياسة النقضية المعتمدة بعد معارض السعادة الحاكم عليهم شو عم يشتغل وهذا الأمر منه خفي يعني عم بصرحوا فيه فبالتالي دايما عم بيكون هذا شيء منيح عم يعطي انتباع جيد وإيجابي عند المجتمع الدولي أنه لبنان قادر يعمل إصلاحات إذا توافرت النية بذلك إذا توافرت النية بدي اتوسع بنقطة قبل ما نروح للفاصل لأنه بعد عندي أكثر من من موضوع بدي أسألك عنه القطاع المصرفي واضح جدا لأنه القطاع المصرفي كان من أعمدة لبنان إذا صح التعبير طوال العقود الماضية المصارف دكتور يعني كده عم نحكي عن سياسة مصرف لبنان اختلفت منذ الحاكم السابق رياد سلامي مع الحاكم بالإنابة دكتور منصوري اليوم ولكن المصارف يعني وكأن شيء لإيدا من كل شيء صار بالبلد ما بدأت تحمل مسئولية حكينا قبل عن توزيع الخسائر على مين ولكن المصارف ترفض أي شيء حتى مؤخرا مذكرة هذه ربط النزاع مقابل الدولة يعني كمان إلقاء مسئولية وتقاضف القرى من ملعب بس لك بتحقيق بالأرقام أولا حتى تبلش كلامي عشان ما نفهم غلط المصارف لا تستطيع أن تعفي نفسها من تحمل مسئولية هي جزء أساسي في المشكلة اللي صارت بالنسبة للموضعين هي جزء من المشكلة وجزء من الحل ولكن ليست لوحدة جزء من المشكلة وجزء من الحل وأيضا الحكومات المتعاكبة ودولة اللبنانية هي جزء كبير من المشكلة ومن الحل أصلا تدير جنائي شو إيجا قال تدير جنائي اللي بقوا سنين عم يشتغلوا عليه إيجا قال الحكومة اللبنانية أخدت من مصر في إدنان 48 مليار دولار وفسرهم 24 مليار على الكهرباء فسر 7.5 مليار دولار على الدعم فرق خسارة الدعم غير المبلغ اللي اندعمت فيه لأنكسرت العملات اللي هربوا لبرة راحوا من السوق أصلا و7.5 مليار دولار هي التخلف عن الدفع بالنسبة لمصر في لبنان بس لحاله خسارته بالدولة اللبنانية ومصالفات للدولة واستثمارات واسترات للدولة بقيمة 9 مليار عادة عن فوائد كيت موجودة بمنطرح معينة للدولة فبالتالي 48 مليار وفي اليوم ساعات الحاكم الدكتور منصوري ثبت هذا الرقم اللي حكى عنه مصر في لبنان سابقا وهو أنه في 16.5 مليار دولار دين لمصر في لبنان على الدولة لهن بحكومة فؤاد السنيورة في 2007 أخذوا هذا المبلغ بالدولار وحطوا محله بالليرة صاروا يحطوا بالليرة على ألف وخمسة فبالتالي هذا الدين أيضا موجود الناس أنت عن تحكي أنت بـ 68 و 16.5 عن تحكي بأكثر من 64 مليار دولار اليوم 14.5 مدين مصرف لبنان دولة لبنان حكومي فبالتالي هذه الحكومة اليوم لا تستطيع حقيقة أنه تعمل خطة يعني آخر مرة عملت خطة حتى كل فيه شيء بالخطة يقدر نصح عن اعتراضنا المطلق على كتير إشار أنه مش حفل المودعين بدأت تحط أنه لا الحكومة تتحمل مسؤولية ولا بدأت تقدم أي جزء من تحمل مسؤولية المصارف ما بتقدر تتهرب من هذا الأمر بالتأكيد عليها واجب لازم يكون في صندوق لاسترداد الودائع موجود إدارته حصراً لمصر في البنان مصر في المركزي بحط مبلغ من الاحتياط الإلزامي المصارف بتحط مبلغ وأيضاً دولة لبنانية بتعمل كمان طرق معينة وحكينا فيها كتير هذه الطرق مع حددتك اللي هي عبارة عن استثمار بأسول الدولة لحتى تدرد تحط أيضاً الأموال لحتى نعمل معالجة حقيقة لأزمة المودعين هني بيعرفوا أي شيء كدهون أكيد هني في تقاضي مسؤوليات لتضيع الوقت لهذاك نحن المطلع بقول ما عاش تقاضي مسؤوليات ما عاش تعملوا خطة تتعرفوا مسبخاً إنه ما راح تتطبق لأنه مطلع وقت المودعي بياخد أمل بدون حل الخطة الوحيدة هيدا عم بحكينا محلتك أستاذ عباس الخطة الوحيدة اللي ممكن تخذنا لحل حقيقي لأزمة المودعين هي خطة تدعها الحكومي من دون أي نية مبطنة لشاب الودائع تتحمل فيها هي المسؤولية بجزء اللي تتحمله والمصرف المركزي عم بتحكي على الخطة اللي تنصل فينا الحكومي ومصرف المركزي بيتحمل كمان جزء والمصارف إذا ما شفت فيه اجتماع وطاولة حقيقية بتضم الدولة الليبنانية والمصرف المركزي والمصارف والعيات الاقتصادية لا يتفقوا على كافية رد المودع بدون تحميل المودع الإدمي والشريف واللي أمواله كلها أموال شرعية بدون حمله أي تبعات إذن لا يوجد حل لأزمة المودعين حظنا نتلاشق إعلاميا وحتفشل كل الخطط الحل يبدأ من هون لما تشوف هذه الطاولة المستديرة ان عملت والدولة الليبنانية أول شغلة عملتها إعادة جدورة ديونة مع الدائنين اللي حكيت قبل شوي كيف تردون إياه سواء دائنين خارجيين أو دائنين داخليين إذا ما صار في هذا التحمل بيكون كله تضيع على الوقت بيكون السلطة السياسية وأنا لما أقول السلطة السياسية اليوم أنا منهم بالحكم اليوم هني حكم هو حكم استمرارية الكوة السياسية بسيطة تاخد قرار بتاخد قرار يبدأ أن الدولة تتحمل مسؤوليتها بحل أزمة المودعين حتى نحافظ على المودعين على مصرياتهم ونحافظ على جزء من أمل بالحلول لنعمل ثقة بالقطاع المصرفي بالمرحلة اللي جاي وإلا نعم نكون نروح على المقلطة اللي حكيته قبل شوي شاطب أموال المودعين تدمير الكطاع المصرفي بالمطلق ولغم أنه أنا عندي كثير اعتراضات على بعض المصارف وأداءة ولكن نحن نحكي استراتيجيا تدميرهم بالمطلق بشتبهم بعمل مصارف جديدة وعف الله عما مضى دكتور بد نروح لفاصل بعد الفاصل بدنا نحكي عن زيارة وفد الخزاني الأمريكي طبعا إذا عندك تفاصيل ومعلومات بدنا نحكي عن الأموال الشرعية وغير الشرعية شو يعني لنعرف لنعرف نحن قبل الناس شو يعني هذا الموضوع وكمان بالحديث وين صارت صار الحديث عن الدولار المصرفي بالمستقبل القريب إذا نفاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم عودي لمتابعة السياسة اليوم نتصحر سواء قريبا أكيد رمضان كريم على كل على كل الزملاء وعلى كل اللبنانيين وعلى كل المسلمين إن شاء الله بيعيدوا علينا رب العالمين بالخير والصحة والاستقرار وبرئيس جمهورية مش معقول نبقى كمان بلا رئيس لا ما فينا لما ندخل السياسة بالموضوع دكتور لنرجع نحكي عن الأمور عندما تم الحديث عن أموال شرعية وأموال غير شرعية شو يعني هل له علاقة بمكافحة أموال أو تبيض الأموال تمويل المنظمات هذه البنود اللي نقرأها العنوين الرناني اللي عادة من نقرأها أنت كمتابع حثيس للوضع السوشال ميدي أكيد بكون شفت الهجوم من بعض الأشخاص على هذا الأمر وبتعرف أنت لما بتعمل أي إجراء فالمتضرر من هذا الإجراء هو اللي بتصيرو بدي يحكي أنت لحكاها الحاكم كان واضح ولكن للأسف حاولوا أن يخضروا مطرح آخر من أجل تخويف الناس على الطريقة الأديبة نفس الشي بس يصيرو في إيجائية أصلاحة بمكان معين منكبر الحجر ومنخوف أنا أعطيك إياه من الآخر لما سعادت الحاكم دكتور مانسوري حكا على أموال المشروع وغير المشروع كان قاسد كالتالي هذا الأمر أبداً ما قالوا علاقة بالمغتربين اللي مسافرين لبرة وكانوا عم بيحاولوا أموالهم كل سنة على لبنان أو كل شهر لأنه تلقائياً أي مبلغ دخله على المصارف كان فيه إثباتات عليه أنه أنت بتعرف أنت من 30 سنة إلى اليوم الـ KYC بالمصارف البنية كان عالي كان المودع بس يحط أي مبلغ كان يقدم لهم من أين له هذا كان يقدم لهم وراء خاصة المغتربين من برة فإذا اليوم ولا يمكن يتضرر حدا مسافر أي بلد بالعالم سواء كان أفريا أو أوروبا لأنه مصرح تلقائياً على الموال وطالما أدخلها بشكل شرعي كل مرة على بلد فبالتالي محاولة تقويفهم لتكبير الحجر ولجوم على الحاكم والمصارف المركزي بعيد الخطة بعيد الأمر هو ساقط قانونه ومنطقياً المقصوب بالأموال غير المشروعة أنه اليوم يخيي فيه مبالغ موجودة المصارف الإبانية ليوم مش معروف فانصدرها من وين هلأ بتقلي أنت أنه ليش المصارف فوقتها قدموا وراء ولكن أصحابها يخيي شي جاب من العراق شي جاب من سوريا شي جاب من ليبيا شي جاب هذه المناطق هو ما قال تبقى ونحنا ما ما عم بقول الحاكم مصبقة قانونية غير بشرعية يعني ما في حكم مصبقة بلنا تصريح بلنا تصريح بلنا أثبتات واضحة هذه الأموال خييي في المودع اللي هو أمواله شرعية مية بالمية هي فكرة عم تنترحه أكيد إلى معايير قانونية ما حتتقدم بطريقة جيفة يعني أكيد بدكم إلى مؤشرات قانونية ودراسة قانونية دقيقة لكن المبلغ وما حدا أكيد رح ينزلن بهذا الأمر إذا تم فبالتالي كل حدا أمواله واضحة المعاني مؤسلقة عم بيحولها بشكل دائم هي شرعية هل من اللي بيخاف اللي بيخاف أمواله غير شرعية ما يخد قروض رضدة بطريقة يعني لأنه بيتلحق بعضها يعني بيستغل السلطة بمكان معين حدا مسيطة عليهم شك كبير هو دا اللي هو ممكن ينقذ من هذا الأمر أما شخص أو أي تاجر أو أي حدا متمول أو أي إنسان عادي خنا عم حط أمواله بالبنك بشكل مستمر ووريقه حتى لو كانت شو ما كانت الورقة اللي مقدمة هي واضحة إذا نتشو الخوف من هذا الموضوع وأنا بقول لك ما في دا اللي نقذ منها لأنه بالنهاية رح يكون إلى معايير قانونية بالتأكيد واضحة المعالم لكيفية تديق فيها لهذا الأمر فبالتالي كل الهجوم اللي عم نسمعه بطريقة شرسة عم يكون صراحة ما قاله أي نوع من الإيمي العلمي لأنه بالمنطقة الطبيعية اليوم لما يكون في قطر واضحة لكيفية تفصيل الودائع أو تصيف الودائع بشكل واقعي هل افتعال هذه الدج كمان لإبعاد موضوع الودائع بشكل الصحيح والحل الصحيح لهذا الموضوع خلينا نقول عن الأولويات يعني أنت عم تحكي عن دولي للأسف أنا ما بدي أعطي رأيي ولكن للأسف بكل دول العالم نعرف أنه كل الأموال اللي غير مصرح فيها تعتبر أموال غير شرعية وتتم صدرتها هو حتى لو كان مصرح فيها دائما ففي أموال كان يكون مصرح فيها ولكن في شكوك خلي بيصير ما هلأ بتصيرش إذا أنت عندك مبلغ برة خلي معلش بتحقيقات بأي دولة إذا شقوا فيك واحد بالمية إنك أنت مبيض هذه الأموال معنهم ياخدينها منك دكتور نحن هم سافرين معلش بيسألك قديش معك مصاري بيقول لك شوف تشتغل وشو جاي تعمل فيه إذا أنت هلأ حاطب مصاري ببنك يعني ما حدا يعني ما حدا عم بقول إنه في حكم مسبق عليها وليش الخوف إذا أنت إذا أولك شرعية وقدمت وريئك تشكل طبيعي وإن المشكلة بالموضوع إذا هذا محاولة التصويب بهذا الأمر محاولة خلق دجلي مين اللي بيخاف دكتور أنا ما بدي أولى أكيد اللي بيخاف اللي هو اللي هو مدان بهذا الأمر فبالتالي اليوم خلي الأمور تمشي مثل ما هي وأي أحد عنده أثبت إنه أمويله ما فيهم أي مشكلة يخب مصيرات ويجعب أقول لك لا تستهدف أحد بعينه بالعكس أكثر ناس غير متضررين منا هم المغتربين اللي كنوا عم يبعثوا كل مرة بأمويله رأي بلاد بتشعاته هذه الحملة اللي صارت هي لتقليب الاغتراب على على الحاكم محاولة أنا محاولة يعني أنا جاني أكتريد في الصلاة مثلا من ناس عايشين بالإمارات من ناس عايشين بأفرية أنه عن هذا الأمر وأنا شرحت اللي شرحته هلأ أنه عم يتوقع عم يدقونه عم يتواصلوا معهم بشكل شخصي كمان بعض الجهات وبعض المنظمات أنه تيبوا ويطلقوا مصيري أبدا هذا الأمر غير صحيح أبدا هذا الأمر غير صحيح أنا بمعلوماتي اللي أنا بعرفها أنه أبدا غير صحيح هذا الأمر هو بحاجة قبل اتخال القرار تحققون القوانين واضحة وسريمة مثل ما مصر في المركز اليوم تعود على الشرفية بالتعاطي وكل شيء إذا صدر هذا القرار رح يبين بوضوح بوضوح قانوني لا لبس فيه من الذي يمكن أن يطاله فكرة المشروعة والغير مشروعة وأن المشكل نحن شو منندر إذا أموال غير مشروعة أو غير شرعية يا بسنا شو منندر إذا حدا غير لبناني يخيل اليوم حدا غير لبناني جاء مبلغ كبير وقت تصرح أنه بمقابل كذا وكذا دقات أنت بعدين بيطلع شيء منه صح شنوش إذا أعمل حط بصندوق على جنب لحد بيان أصله واتجمد هذا المبلغ وقتد أولوي أنت مين للمواطن اللبناني يقض بمصرياته سواء كان مقترب ولا محل أو حتى غير لبنان أو عربي أي حدا أمواله منطقي فليخده ما فيه استهداف أبدا واليوم أكيد بدي يكون في معايير قانونية لهذا الأمر وحتقون معايير قانونية عائلة الدقة وتراعي وتراعي القانون المال الدولي في هذا الأمر هذه العلومات أنا هادة اللي بدي أحكيه قانون المال الدولي فعلا أنا بستغرب كيف أدي أسألك هالسؤال يعني أنه ما فيه قانون دولي وفيه قانون مالي ومش على زوقنا فاتحين بالبنان يعني بهذا فليوم مصري في المركزي أحكيتك بأول حلقة السعباس أو أكد كل ما يقوم به من إجراءات مالية أو نقضية هي تتراعي الأصول المالية الدولية وتراعي القانون المالي الدولي جنب العكس مصر المركزي يسعى إلى زيادة الشفافية المالية أكثر فلن يكون بأي إجراء يمث بهذه الشفافية المالية القانونية فبالتالي فيطمئن المودعين كل المودعين مغتربين ومقيمين أن هذا الأمر إذا حصل لن يكون على حساب أحد أمواله واضحة المعالم زيارة وفد الخزان الأمريكية مش كمان حولها مبالغ ضخمة حول طبيض أموال حول دعم منظمات تعتبرها ريت أنا شو صار طبعا بالعلام ولكن بدي أنت تقول عن الأسباب ما وراء الأسباب المعلنة ببساطة وحتى تكون واضح كمان حتى ما ياخد الناس على تحليلات أولا وفد الخزان الأمريكي باجتماعه مع الحاكم أثنى على سياسات الحاكم المالية والنقضية وكان الاجتماع إجابي جدا وفد الوزان الخزان الأمريكي الأمريكي كان مرتاح جدا للإجراءات المالية تعملها مصر في لبنان ولكن هن اليوم مش بس على لبنان هن بدي عملوا زيارات لكل المنطقة تحت عنوان عدم تحويل أموال لحركة حماس واضح أو للمنظمات اللي بيعتبروها إرهابية ولكن الحاكم اليوم أوضح للوفد أنه لا يمكن لمصر في لبنان أو لأحب في لبنان أن يكون بالتحويل لداخل فلسطين المحتلة أو لخارجها وأؤكد أنه فيه نظام شبافية مالية عالية والعكس كانت الجلسة جدا مريحة وما نحاول ناخد الأمور دايما حتى نزيد التوتر على البلد والضغط على البلد يعني بيطلع التقيير لبلومبرج تقيير عادي هو سنوي سنوي بنعمل قصة كبيرة بيجي وفد بنعمل قصة بنحاول دايما زيارة عادية عادية هي عادية روتينية والعكس كانت الزيارة كتير إيجابية وكتير فيه الثناء على الشغل المالي الموجود هلأ بالنقدي فبالتالي كل القصة هي موضوع ما يتعلق بحركة حماس لأنه فيه قرار المركزين الأمريكي لأن الأمورة بتحول لحركة حماس مصرف المركزي قدم كل المعطيات والمصارف ستقدم كل المعطيات أن من المصارف اللبنانية ومصرف المركزي لا يمكن تحويل لأي منظمة بالمنطقة ما بتثبت على منطقها بغد النظر أنا عن توصيف حماس لأنه ما عم بحكي سياسي لا 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 واضح واضح لنا واضح دكتور واضح الكلام هذا الموضوع وكان في رضا من الوفد على نتائج الزيارة لأنه نحن قرأنا في كل وسائل الإعلام ودائما ونعرف وسائل الإعلام لمين يعني ميولة كيف أو لمين تابعة فمنقرأ بكل وسائل الإعلام الكل أجمعوا على أنه هذا الوفد كانت نتائجه جيدة وأن لا أموال هيك حرفيا لحماس من لبنان مين بالمين تقدمت كل الأوراق اللي طلبوها من مصر في لبنان وتأكدوا أنه أبدا وتبي هذه الزيارة ليست فقط لبنان بس يكون حتى على الأردن حتى على مصر حتى على كل المنطقة حيكون في زيارة إذن ليش حاولوا يصوروها أنه فقط على لبنان هون الفكر الديم اللي بحاول يكبر الأمور لكن هيدا الأمر زيارة روتينية رح تكون لكل المنطقة أنا بأكد لك أنه اليوم المصر في المركزي هو يعمل بشكل جاهد يوميا على تحسين علاقة لبنان المالية مع كل دول العالم سواء كنت الدول العربية نحن ما تبر أساس المعالج لبلدنا هي بأحلى علاقات مع الدول العربية سياسية واقتصادية ومالية هنا معكم أربع سنين ويجعب أقول هلأ لا ملاد لبنان إلا أن يعود إلى حضن العربي بشكل دائم ومتكامل لمعالجة أزماتها الاقتصادية والمالية السعودية بالدرجة الأولى بلقاءاتهم مع الحاكم الدكتور منصوري دائما عم تثني على السياسات حتى السفير السعودي باللقاءاته مع مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حادر محمد أبو حادر يسني على الشغل بوزارة الاقتصاد دائما فيه تعاطي إيجابي عم يكون وتعرف أنت ما يمثره اليوم اللي عم يشتغل بأي موقف سياسي إذا أفرجيك أنه اليوم فيه انفتاح مالي ونقدي مهم جدا نحن بحاجة له كل الإجنانيين بحاجة لهذا الاتفاق مع الدول العربية يسعى المصر في المركز دائما بكل الوسائل لتقديم أوراق مالية نقدية وتقديم عفا شفافية مالية نقدية عالية المستوى لكل المجتمع الدولي وأؤكد لك أنه فيه هجمي أنا بدي أسألك طالما الزيارة الزيارة هي روتينية أو دورية خلينا نسميها كرميل من أقول الروتينية بيقولوا عن بيخفف هي الدورية لوفد الخزانة الأمريكية وبهذا الوقت الهدف واضح جدا أن لا تصل أموال إلى حماس وليس فقط إلى لبنان والمصرف المركزي في لبنان يعني هذا خبر يمكن أن يقرأوا الجميع بكل وسائل الإعلام ليش بده يطلع حدا يقول لبنان لا يصوب على جهة ما بالسياسي وبغير السياسي أنه جايين فقط على لبنان وشوفوا لوين أخدونا صح؟ لأنه تلك في حدف البلد هم ممنوع البلد ينهب عنده مصالح بضمار البلد سابقا كان بكل سؤال أنا بحكيها برأيي بكل وضوح أنا كنت أقول أنه المصرف المركزي بعد 2019 بقيت الجهة الوحيدة لعن بتواجه إفلاس البلد ووضع لبنان على بضمار وشوفنا شو صار من هجوم إعلامي وسيئيسي وضغب بما كان معين على المصرف المركزي ليش؟ لأنه ما بده الانهيار يصير بالمطلق بده الانهيار مطلق بده انضمار للمصرف المركزي بده انضمار للمصارف بده ان يرجع يبنوا على المصرف مثل ما قلوا يأخذوا البلد بأرخص ما يمكن سواء طاروا أموال المودعين أو طاروا المصارف أو طارت العملة لأنه المصرف المركزي قبل وجههم شفنا شو تواجه المصرف المركزي بالسياسي وغيرها واليوم لأنه المصرف المركزي عم يشتغل وعم بحاول يقدم حلول بيستغلوا أي خبر حتى يحاول يقولوا شفتوا أنه ما في شي عم يمشي بالبلد بينما العكس هو الصحيح فيه شغل وفيه أمور ممتازة عم تنشغل بالمصرف المركزي فيه عنا فرصة نحن للرجوع للسك الصحيحة نقديا اقتصاديا ماليا نتمنى اليوم من كل الأفريقاء السياسية بالبلد أنه كمان يعاونوا السياسة النقدية بإجراءات اقتصادية مالية تشريعية للخروج من الأزمة بشكل سريع نعم كمان عندي بعض المعلومات المكتوبة أنه حتى هذا وفد الخزانة الأمريكية إذا كان فيه بلدان غير منضبطة ماليا ما بيعمل لها زيارات يعني الزيارة بتكون مش لأنه في شك لا زيارة بتكون للبلدان المنضبطة ماليا غير منضبط دور واجهروا عقوبات مباشرة يعني عقوبات وانظارات وغيرها فبالتالي حبيت أنا بس دو عادي نقطة لأنه جدا مهمة حتى تطمن الابنينيين لا في خوف على الليرة مثل ما حدا حاول يستغل الموضوع بلومبرغ ولا في خوف على الشفيفية المالية وعقوبات على المصف المركزي مثل ما حدا حاول يستغل زيارة وفد الخزين الأمريكي يعني أنا أنا دكتور ما بدي أطعك ولكن في شي غريب يعني كل شي يعكس يعني وفد الخزين الأمريكي يعاقب الدول غير المنضبطة المالية مباشرة ولكن عندما يقوم زيارات يكون عم برائب ويوجه ويثني بهذه الجهود لا بتقلب الآية عندنا عند البعض أنه إجا يعاقب لبنان الزيارة الزيارة تعاني التعاون الزيارة تعاني التعاون المشترك هيدا الزيارة طيب بدنا نحكي عن دولار المصري في وين صارنا أنت بتاع هيدا هيدا الموضوع بدك تقل لي معلومات مش تقل لي أنا بفكر هيك بتوقع بدك تقول وين صارت النقاشات حتى اليوم حتى قبل ما أعطك معلومات خلينا نبلش بالواقع اليوم المصري في المركز اللبنان على التعميم 167 أخذ قرار لا لبس فيه تعميم أن الدولار الذي يعتمده مصري في لبنان هو 89500 صح في جميع موازناته وميزانياته ومطلباته وموجوداته وأيضا في جميع ميزانيات المصارف وأصولها ورسميلها ورأس مالها وكل علاقة مصري في المركز مع المصارف على دولار 89500 وأيضا في علاقته مع الدولة أن الموازن اليوم دولار 89500 وهذا إنجاز استراتيجي للمصرف المركز بقية دولار الموتين مصري في لبنان والحاكم قالها بصريحة العبارة أنا إذا خورت الأمور اللي بتعيين الدولار المصرفي سأعينه 89500 ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تشريع من ميز النيابي وأقرار كابتال كنترول على السحبات منعا لتفلط القتلة النقدية بالليرة وانعكسات سلبية وانهيار سعر الصرف وقال إذا أردت الحكومة أن تحدد سعر آخر سواء كان 15 أو 20 أو 25 أو 30 أو أي سعر هي بتحب تحطه على الحكومة تتحمل مسئولية ذلك هي والمصرف هي والمجلس النيابي أنه لا يستطيع مصرف في لبنان بعد مع تمد دولار 89500 أن يحدد أي سعر الموتين أقال من 89 1500 29400 ما بيقدر يعمله والمنطق الأنوني فبالتالي أنتم بيأخذوا خيار قانوني مختلف عما قادة ومصرف في لبنان يخذوا قرار على عاتق الحكومة ولا عاتق المجلس النيابي عملوا قانونه شرعوا هذا الأمر وتفضلوا أنا رأي هلأ هلأ سأريح أحكيك رأي رأي أنه ينعمل 99500 وينعمل ضوابط على السحب لا ما يتأثر كتل النقدي ياكل المويد يكون عم يخب مصرياته أي حدا أمويله اليوم دولاري يخد على 99500 باللمة محدد حتى ما نعماش تضخم بالكتلة النقدي هلأ تقول لي معلوماتي أنا اللي بعرف أنه وزير المالية اليوم عم يناقش الموضوع مع الحكومة وعم بحاول أنه كمان يأخذ رأي مصر في لبنان مصر في لبنان رأي واضح لذلك هي هلأ هو دولاري 99500 لا تراجع عن هذا القرار أبدا من الحاكم الدكتور وسيل منصول ما في تراجع 99500 تعملوا 900500 طهنا نتفع على المثل السحب بقوا نتحددوا سعر آخر يتفضل وزير المالية مع الحكومة أكيد مش عم حكومة حكومة أكيد عم بحكي حكومة سياسة المالية في الملات 15 20 25 تحمل وذر هذا الأمر هي الحكومة والمجلس النائل نعم كل ما حكينا دكتور وتحدثنا فيه هلأ بدي أرجع يعني للأسف ما فينا نعمل أي شيء من دون انتخاب رئيس جمهورية واستقرار وانتهاء الحرب أيضا نحن مش بس فقط على كرة الجنوب كرة منطقة تسمح لي فينا نعمل فينا نقدر نعمل أكيد بس بركيا فينا نعمل حل حلي يعني فينا نحاول يعني بركيا قعدنا عشر سنين بالرئيس جمهورية شو فينا نعمل دكتور أو كيف فينا نعمل ممتاز اليوم المصف المركزي هي عمل عمل إجراءات محددة أعطى إيجابية وصبغة ممتازة على سياساته ما شوف الحملات على كبشي ما قد نزل الحملات بيردنان على الكل بالبلد أي حدا بدي يشتغل ودني هجمه لأنه دايما البعد وليس بعد منطقي وعلمي هو بعد سياسي وطائف ومذهبي نعم ومذهبي بكل بساطة في بعض الأشخاص بكل بساطة عندهم مشاكل مذهبية أو عندهم مشاكل مع فريق سياسي بش عم يستوعبوا أنه هذا الفريق السياسي عم بيحط أشخاص بأماكن لوقت تعيين يعني بالإناب الحاكم بغض النظر اليوم أنت خيب عليش نحن بكل شخافية اتطلع بالإدارات العامة من البلد من أبرز إدارات العامة من البلد من دير عام مجالة الاقتصاد وشغلوا على موضوع الإدخال المكنني للعمل وقد يشتعب يعمل نجاح مجالة الاقتصاد اليوم عنا بمصلحة الليطاني كمان دكتور علوي أداعي مشتغل بشكل شفاف ومعروف قد يشبه صارم بالقوانين ومطبكة حتى على أهل جنوب أنفسهم صح واليوم الحاكم بالإنابي كمان دكتور منصوري أداعي مشكلة بشكل شفافية نقضية ومالية عالية للمستوى والمعايير الدولية كل هذا الأمر بأكد اليوم أنه فيه شغل مميز فيه الناس بالبلد مش عجب هذا الأمر هذا شيء بيعتبروه كأنه انت عم تسازفهم بالشخصة لأنه للأسف بعد العقليات بالبلد هي عقلية محاصصة وعقلية عالية زواريب وطائفية ومذهبية وفي بعض بشكل موضوعه في بعض موضوعه أنه ممنوع البلد يوقف عجره وهذا كمان من المدين بالبلد شو فينا نعمل دكتور دي فينا نعمل بموضوع بموضوع الموازنة لأنه أنا من فترة كنت مع الدكتور إبراهين كنت عام بحلقة ما قدرت أحكي الأمور مثل ما هي يعني بسدق الوقت بالموازنة وأنا عجبني وقتها الدكتور لما قال كنعان قال نحن أسحب حاجة لإصلاح للكتاع العام قالوا ما فيني أزلوا من الناس اللي عم تروحها شغلة إذن لإلى حل رائب ورواتب وحكى وقتها عن 32 ألف وزيفة غير قانونية وأنا بزيد فوقهم 40 ألف وزيفة هن قانونية ولكن غير منتجين فيهم بطالة مقنعة يعني هو بروحوا بيمضوا وبفلوا بيشتغلوا بمطرح تاني يعني هم تحكي أنت ب72 ألف وزيفة روحوا بيوتهم والمبلغ اللي فات عنهم برواتبهم نوزعوا على بقية من حسن برواتب هذا حل حلي يعني بدل ما آتي اليوم الواحد أنا 300 دولار بصورتي 500 ولا عم بطير 40 بصورتي 600 هذا حل واقعي ما بزيد الكلفة على الخزينة ولا على البزارة على الحكومة وبنفس الوقت بعمل معالجة كمان السياسيين بقدروا يعملوا حل هذا حل حل القطاع هذا اللي عم نحكي عنه دكتور هذا اللي عم نحكي عنه أنه من دون إرادة ومن دون قرار سياسي ما فينا نعمل شيء بالبلد أكيد عم تحكي عن 70 ألف وظيفة بين بطالة أنا عم جاوب بس على انتظار رئيس الجمهورية لا أدر الكوانسي تاخد هذا القرار شو بدو أدر الكوانسي تاخد هذا القرار هذا القرار بريح قطاع العام بيعمل إعادت هيكل تلقائي للكطاع العام وبنفس الوقت بيرضف اللي مشكتنا بالبلد شو بيصير شو بيصير اليوم ما نحكي الأمور مثل ما هي مثل ما صنع خمس سنوات نحكي أنه حل قضية المودعين بعيدا عن الشعبوية ما بيتحمل لها شخص واحد مثل ما حاول يقوله أنه والله الحاكم السابق هو الذي أهدر الأموال وضمر الأموال وغزا بشيك وما ما نعطيه ولا أي اقرداء إجابي بواجهة الأزمة وتأخير الانهيار وأي حدا بيطلع بيقول أنه المصنف المنخز يشتغل لأخر الانهيار يصير يخون ويتهم مش هيك طب هذا اللي صار ما فيه أن نمشي بادي العقلية حبيبا نحكي شي غير الشعبوية الشعبوية تقتضي هيك بس المنطقة بيقول لا فيه كوى سياسية اليوم أهدرت أموال الناس روحت 64 مليار دولار من أموال الناس مش هيك هو دي الكوى السياسية أنا الأوان تغير أقريطة بالحد الأدنى بالتعاطي مع الملفات أما المعالجة الشعبوية لا راح تقدم ولا راح تأخر ولا راح تحتحل للبرد المعالجة بدك كون رقمية وعلمية ويكون منطق نياش علمي حقيقي اليوم أنت اليوم أنا برأيي المؤسسة الوحيدة التي واجهت الأزمة وتستمر اليوم في مواجهة الأزمة هي المصرف المركزي هي المصرف المركزي ما فيه ولكن منرجع للنطقة أما الباقين اليوم ما فيه المصرف المركزي دكتور من دون قرار أكيد ما أنا هل عم بقوله اليوم عم بحاولوا يكب وكل شيء عم مصر في الدين حاولوا قبل وشوفوا النتيجة شو صارت يعني مثلا بيطلعوا بشعبوية ما نعمل سياسة دعم بيطلع الحاكل من السابق بيقوله نحنا ما هناش نعمل دعم ما هناش نخصر المصاري بتلاقي المظاهرة تحت المصر في المركزي فلان جوعنا مش هيك بتصير الأمور ببلد فلان ما بيصير هاك اليوم هاد التلاشق المسؤوليات ما بيقدم خلي كل فريق سياسي عم بحكيها بشفافية وبمطلقة خلي كل فريق سياسي يتحمل نتائج أفعاله السابقة وأخطاؤه ويحاول يعالج لأنه غير هيك لا منعالج أزمة مودعين ولا أزمة موظفين كتاع عام ولا أزمة كتاع عام ولا أزمة كتاع مصرفي ولا أزمة اقتصاد ولا أزمة نال ولا أزمة شيء من ضنع متراشق ومن ضيع الوقت على المواطن اللبناني لأنا برأيي هذا المواطن اللبناني يستحق الأفضل لأن المواطن اللبناني ما تحمله من حروب عتدة كل السنوات وبعده عم يتحمل حروب وما تحمله من أزمات اقتصادية ومالية خانقة وبعده عم يتحمله كمان حقه يدئي كمان كواه سياسي عم تشتغل لمستحبته ولو لمرة واحدة ليش مثلا دكتور دائما منقول بدنا نقعد ونحكي بها الخبريات تحدثت عن بيطلعوا مجموعة سبعين ألف وظيفة صح ما بين اللي بيتكس أو بيسجل اسمه وما بين غير قانوني الغير قانوني ليش الأحزاب ما بتعمل اجتماع مثلا برأيك وبتروح لتلاقي حل لهذا المواطن ليس ما تلاقي حل وتطلع من الشباب هل توصلت مع معهم أنت عندك علاقات يعني عدد كبير من الأحزاب طرحتم هذه الفكرة طرحنا هذه الفكرة وكان في تأييد لها اليوم مفروض تأخذ قرار هذه البقرة الحلوب اللي اسمها الدولة خلص نشف بطل في شي بطل فيها شي هيد الدولة ووصف لبنان ومصارف نشفتوهم كلهم طرح نرجع نلاقي حل حتى نرجع نعيد لأنا شفية الحياة يعني ما بصير أنا ما فيني يجي كمان الموظف لا بداوم ووظيفة روش قانونية يخب معاه شو ما كان هذا المعاشر عم يخب من ضرب غيره البطالة المقنعة أخطر أنواع البطالة لأنه موظف يتقادى راتب بدون عمل منه عم بيعطر أن تجيد دولته ومنه عم ياخد وزيفة حتى غيره ندرب حتى غيره لازم محاربة البطالة المقنعة لتقدر بحوالي 40 ألف وزيفة و32 ألف وزيفة كما قال الدكتور براهيم كنعان هي وظائف غير قانونية حوالي 72 ألف وزيفة إذا رحنا عليهم نحن بشكل واقع وشفاف فينا نعالج الأزمة نعمل حل حل للأزمة منتظار حلول كبيرة بعد انتخاب قديش تستدعي تأطرات بالجنوب بتستعجل ضرورة المعالجات بأسرع وقت لكن اليوم نتمنى اليوم أن الحرب بجنوب ما توسع أنا من أي ابن جنوب وأنت ابن جنوب وأنا ساكن بجنوب اليوم نحن بالتأكيد نعرف أنه نحن حدنا عدو غاشم وعن بيكون في التصدي ولكن المصلحة لبنان اليوم هو عدم الدخول أو انجرار الحرب طبعا انجرار الحرب تكلفة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية ستكون كارسية فبالتالي نتمنى نخلص من هذا الأمر إن شاء الله بتخلص الحرب بغزة تصير في هدنة نخلص عنا لأنه نحن بحاجة كمان نرجع نعيد النمط الاقتصادي نعيد الأمان لشعبنا حتى نعيد الحلول نرجع الحلول الاجتماعية الاقتصادية اليوم الحرب لا سمح الله تتوسعت أكيد نتأجر حكومة كارسية كبيرة وما حدا في ذلك طبعا وليمشكل هذه المرة لأن القرار واضح بإيد مين الحرب وتوسعة الحرب وابدي فوتك بالسياسي بهذا السياق دكتور الحكومي خلينا نحكي شوي بمتبطة من وقت عن الإجراءات التي تقوم فيها الحكومي لمتابعة حال الطوارئ نحن بحرب يعني أنت ساكن بجنوب أنا أربع أيام بطلعوا بنزل على الجنوب على الطريق يعني ما بنعرف أي متى بيصير شيء أنت كل حد اليوم بجنوب هو اليوم مستهدف واليوم لدينا حوالي 700 ألف نازح بالحد الأدنى نكرر حوالي إذا مش أكتر واليوم بعد ما وسع العدو الإسرائيلي استهدافاته لمناطق أبعد كمان النزوح بزيد أكبر الضغط على مدينة صور وضوحية فبالتالي اليوم كمان الدولة اللبنانية أكيد معنية من يوم مواطنين لبنانيين اليوم ما فيه نيجي أنا كمان اتخلى عن مسؤوليتي معهم هم أكيد ما حدا بيتمنى الحرب وما في حدا عاقل أساسا بيتمنى أن نصول في حرب بجعب لك عباس نتمنى نتمنى أن تخلص الأمور بشكل سريع ونروح لمعالجة لهذا الأمر منعا لأي تأثيرات كارثية على وطننا على وطننا كله على وطننا كله خطت على حكومي دكتور هذا ما معنى وقت كثير دقيتين ونص ليش حاولت التنصم مننا ورميه كمان حاولت لا حاولت رميه وأنا شخصيا تعرضت لانتقاب أنا ما بعرف صراحة بس أنا بعرف أنا بعرف أنه كان في ملاحظات عليها من مصر لما اعترضنا على الخطة صار في تعرض مباشر يعني مرة على الهوى ومرة بما قال أنه أي حدا بينتق قطة الحكومي بسروا ما بيعرف وهن بيعرفون لخيم هذه الخطة باضحة جيب أي حدا ماله ونقدي بيقول لك خطة غير قابلة أنا أعتراض عليها أنه ما فيها سيولي حقية لتفعل الناس أموالهم يوم ما فيني يجي أعمل خطة بهرقة 80% على المودعين ما فيه يكون دولار 29-500 وعط المودع على 25 ألف أو على 15 ألف ما فيني إنسان يحط أمواله بالليل كوديع الدخاري ومعمل له حل أنا هذا رأيي قلت بالإعلام بشكل عالي وبقوله كمان بالجلسات الخاصة اللي بتراعي هذه الأمور فبالتالي يعني أي خطة أنا بأعبات رأيي فيها بأطريقة فهذا الأمر ما عجب الحكومي يمكن وصار فيه هجوم مباشر بالمطلع معين ولكن أنا بيخدو الأمور دائما بهدوء وبحترم الكل وبحترم الناس نحن ونحاول أنه خي نقدم حلول قدر المستطال على مصطحة الكل اليوم يعني لا التراشق بالكلامي بيجيب حل ولا الاتهامات المتبادلة بتجيب حل الحل هو فيه منطق علمي فيه أرقام أنت عندك هلأدي عجز الدولة هلأدي عليها مسئولية فيه سويا بدأت أمنها هي والمصارف والمصرف المركزي إذا توافرت هذه السيولة تتوافر الحل إذا لم تتوافر السيولة لن تتوافر الحل كيف ترد أموال الناس من دمها ارجع قوة السيولة من جديد هذا رأيي بخطة باختصار والخطة بالمطلق حولك يبوء على المصرف المركزي خطة الوداع هي خطة الحكومة هذه خطة ما عمره شهر وشهرين عمره سنتين من أيام ما ايشت الحكومة أو من أولا هي مش خطة نائب رئيس الحكومة بالتأكيد وحتى ومسمى بإسمه هي سميت بإسمه وحتى هي معلومة لما مصر في مركزي وقتها وحاكم مصر في مركزي وقتها عرض عليهم خطة رفضوها لأنهم لم يبدوا خطة إلا من عندهم طرعي الصندوق النقد كانت خطة إلا عليها بعطاها شهادات إداع ويتحمل كل مسؤولية ما حدا إبلها فبالتالي اليوم يؤكد هذا الأمر أنه هذه خطة الحكومة ولكن بعض من شاف أنه كل الناس ضدها وما حدا معها بدوني حملوها بدوني ننبسوها لحدا مثل العادة دكتور محمود جباعي الخبير المالي والاقتصادي أنا بدي أشكرك جزيل شكرا أعطيك ألف عافية شكرا وسنتابع هذه الموضوعات معك طبعا في حلقات لاحقة مشاهدين الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا